سلام المسيح وأهلا وسهلا بكم تحية عراقية لكم وين ما بتكونوا والربي بارك يومكم خلينا نتأملها اليوم من رسالة الرومية صحاح 11 من عدد 1 لعدد 3 فيجب علينا نحن الأقوياء أن نحتمل أضعاف الضعفاء ولا نرضي أنفسنا فليرضي كل واحد مننا قريبه للخير لأجل البنيان لأن المسيح أيضا لم يرضي نفسه بل كما هو مكتوب تعيراته معيريك وقعت عليها أكيد سامع بالمقولة اللي تقول حكم القوي على الضعيف هاي الحقيقة اللي موجودة الآن بعالمنا قانون الغابة الكتاب المقدس بيفتح عيوننا على طريقة مختلفة للتعامل بالأخص للأشخاص اللي بيعتبروا أنفسهم أقوياء إذا أنت بتعتبر نفسك قوي أنت أمام مسؤولية أنك أنت تحتمل الضعفات اللي موجودة في أشخاص ضعيفة لأن القوة ما أنطد إلك على ما تفتخر وترضي نفسك أو على ما تستخدمها فقط لصالحك لكنها إلك على ما تقدر ترضي القريب وتساعد الناس بها هذا المبلغ تقدر تطبقها بكل مجالات الحياة إذا أنت متعلم فعل التعليم اللي عندك للأشخاص اللي محتاجين تعليم وساعدهم الله أعطى للرجل القوة أعطى العضلات على ما يقدر يحمي بيها زوجته أهله ناسه الناس الضعفاء لكن مع الأسف مرة تستخدم القوة هاي بالطريقة غلط وبتستخدمها بالمكان الغلط المقطع اللي قريناه بيعطينا مثال اللي هو الرب يسوع المسيح نفسه بأنه هو بكل قدرته وبكل قوته وبكل سلطانه هو ما فعل الامتيازات هاي للصالحة هو مرضى نفسه لكن أتى لخير الضعفاء وقف ويا المظلومين وقف ويا الناس اللي ما كان أحد يسمع صوتهم والمسيح فعلا وقف وياهم وهو يريد يوقف هاليوم ويايا وياك بضعفاتنا فإحنا محتاجين أن نتعامل ويا الضعفاء بطريقة مختلفة أن نقويهم ونكون وياهم يمكن هذا الموضوع صعب علينا بالعالم نسمعه ونتعلمه لكن الله يقدر يغير قلوبنا ويخلينا ندعم الناس اللي محتاجها حكمتك وقوتك والبركات اللي الله مباركك بيها فكر بشخص اللي أنت تقدر هاليوم تستخدم اللي رب مطيك إياه تقدر تسفيده وتقدر توقف وياه واتصل بي أو روح سوي شغلة أنت ما متعود سويها قبل للخير الناس اللي حواليك والربي بارك يومك ترجمة نانسي قنقر